خمس مزعين بنحتفل معاهم النهاردة بعيد الإزاعة المصرية التسعين ونبتدي على طول ومعانا الدكتورة نيفين محمود ميجا إفقام سابقاً سابقاً طب نقول أهلاً وسهلاً لأول أهلاً لحضرتك من ورانا لحضرتك اللي من ورانا نيفين أنت شغالة في ميجا إفقام صوتك بيطلع من ميجا إفقام ومكبرناش ده واضح إنه تجربة مهمة عندك أوي 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 طب قبل ما نيجي المكبرناش هسأل سؤال أولاني ليه الراديو؟ يعني ليه روحتي ساعيتي تشتغلي مزيعة في الراديو؟ الراديو هو خلاصة كل حاجة أنا حبيتها بحب أعملها في الدنيا دي وحسيت إن ربنا يعني يحط فيها مواهب معينة علشان في الآخر هو ده يبقى مكاني الراديو أنا أصلاً بغني يعني موهبتي الأساسية هي الغنى فأنا ابتديت إن أنا بغني طبعاً من المدرسة وكده وبعدين ابتديتها دخل في مجال الإعلانات بالغونة برضو شوية شوية بقيت بسجل بعمل voice over فبقى عندي الإلقاء وبعد كده غير بقى إن أنا يعني ما أنا بغني فبتديتها تشتغل في المزيكة في تنفيذ شكل الإعلان الأول وبعد كده بقيت مثلاً إيه دخلت بقى في البرودوكشن بتاع البرومن فأنا وأنا بشتغل في الإعلانات جسه ألف دماغي هو إيه اللي أنا عايز أعمله إيه اللي أنا بحب أعمله ونفسي أعمله طب إيه علاقة السنان بالراديو دراس الطب السنان بالراديو ولا أي حاجة خالص أنا حبيت المهنة بتاعت الأسنان لإني اتأثرت بالدكتور أنا احترامته قوي وعارف يعلجني ويكسبني وأنا مريضة مش لذيذة خالص تس هقولك بتخافي من دكتورة السنان زينا جداً وكان عندي ترومة ونفسه بيارة أكتر طيب دكتور نيفين الراديو أبقى أنا كلامي مظبوط لو قلت ليه سحر طبعاً سحر وإدمان للمستمع وللموزيع وللموزيع طب هلتكلم عن مين الأول للموزيع ولا المستمع بصي أنا بقدر المستمع طبعاً أكتر لأنه المستمع هو اللي بيدينا الفرصة إن إحنا نبقى موزيعين وهنا حبقى موزيعاً لنفسي لذي يبقى موزيعاً بيسمعني مستمعين فدول دايماً إحنا هم دول الاعتبار الأول لنا فطبعاً المستمع إحنا بنحاول دايماً نقدم المحتوى اللي يشده واللي يحترم عقله واللي يخليه هو كمان مضمن لنا ويدور عليكي ويجيب اللي يلف ده مايلفش إحنا بقى شغلتنا إنه ما يدس على زرار يحاول الإزاع ده إحنا حموت بعض النهاردة ده فيه جايين من قنوات مختلفة كل واحد ما يحولش القناة من علي خليه قاعد معنا طبعاً طبعاً إحنا أربع إزاعات طبعاً كلنا يعني سيستر ستيشنز كلنا عائلة واحدة ولكن برضو منتنافس إحنا أتحرك المؤشر من على إيه؟ من ميجا أف أم ميجا أف أم أول يوم في الراديو بالنسبة لك كان عامل إزاي؟ كان رعب ليه؟ علشان رهبة الهوى مع إنه إحنا مش بنشوف المستمعين بس إحنا عارفين إنه هما موجودين وبيسمعوا وعارفين إنه لو حصل حاجة أنا هنكت اتأخرت في رد فعل كلمة قالت غلط اتلجلجت جالي فيدباك من المستمع لإنه سهل قاسم أس إبعت إيه؟ أنا ما حدش شايفني أي فعلى طول بيجي الفيدباك وتليفون وبتاع فطبعاً ليه رغب كنت خايفة قوي أول يوم جداً جداً جداً